السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني كرام مرحبا بكم في فيديو جديد اخواني الكرام فيديو اليوم سوف يكون حول طريقة حل مشكلة تطبيق داولوندر لبعض الناس بعض الاجهزة اخواني كرام عندهم دائما مشكلة مع داولوندر لا يستطيعون تحميل التطبيقات منه او ان جهازهم لا يحتوي على تطبيق داولوندر خلاص يعني بالكامل لهذا ان شاء الله سوف نقوم اولا بحل مشكلة داولوندر بعمل طريقة بسيطة اذا لم تنجح معك هذه الطريقة اخي كريم اليوم ان شاء الله سوف اقدم لكم تطبيق اخر هو افضل تطبيق بديل لتطبيق داولوندر اول شي اخواني كرام قبل البدء وبعد بسم الله الرحمن الرحيم اذا كنت جديد في القناة ارجو منك الاشتراك والضغط على زر الجرس ليأتيك كل جديد واذا اعجبك المحتوى اخي كريم ارجو منك الضغط على زر اللايك ومشاركة هذا الفيديو مع اصدقائك لكي يستفيد الجامعة اول شي اخي الكريم هو طريقة بسيطة لحل مشكلة داولوندر اذا لم تجرب هذه الطريقة اخي كريم اذا لم تنجح معك هذه الطريقة سوف نقوم بتقديم بديل لهذا التطبيق اول شي كل ما عليك فعله هو الذهاب الى الاعدادات اخي كريم بارامتر اعدادات تنزيل الاسفل هناك تطبيقات تضغط عليها تبحث عن تطبيق داولوندر كما ترى هنا في اول الشاشة هو داولوندر تضغط عليه اول شي اريدك ان تفعله اخي الكريم هو فخصي لاغي يعني ايقاف اجباري تضغط عليها وتضغط على اوكي هكذا لغلقه غلقا تاما اخي الكريم ثم اريد منك ان تذهب الى هنا اي فاصلة دوني حتف البيانات وتضغط عليها وتضغط على اوكي بسيط جدا اخي الكريم اريد منك ان تجرب هذه العملية واذا كان عندك مشكلة وتحل شارك معنا هذه اه هذا في التعليقات اذا لم تنجح معك هذه الطريقة اخواني كرام سوف نتطرق الى تطبيق اليوم وهو هذا واحد من افضل تطبيقات والمتصفحات على الاندرويد تيفي هو منه تستطيع ان تحمل تطبيقات ومنه تستطيع ان تستكشف يعني الانترنت سواء كانت يعني مواقع سواء اي شيء لهذا سوف نقوم بشرحه اليوم ان شاء الله اخي الكريم لتحميل هذا التطبيق بسيط جدا نذهب الى جوجل بلاي ستور اخي الكريم وهنا في خانة البحث نكتب براوز كما ترى اخي الكريم تكتب هذا ويخرج معك مباشرة التطبيق تقوم بتحميله بعدما تحمل تطبيق اخي الكريم اريد منك ان تعود الى جهة قبل فتح التطبيق اريد منك ان تعطيه الصلاحية وتفعل هذا بالذهاب الى الاعدادات ثم تنزل الى الاسفل اللي هي التطبيقات ثم تنزل الى الاسفل اللي هي امان وقيود اول واحدة اللي هي مصادر مجهولة تضغط عليها ونبحث عن تطبيق هو يكون هكذا اخي الكريم تقوم بتفعيله لاعطائه الصلاحية لكي يحمل معك التطبيقات الان نذهب ونفتح تطبيق براوز اخي الكريم كما ترى ديزة هو عنده يعني الواجهة يعني حصرية يعني جميلة جدا وهو خفيف يعني في الاستعمال الى اخيره كما ترى هذه هي واجهة التطبيق اخي الكريم اول الشيء اعجبني في هذا التطبيق اخي الكريم هو فيه يعني يقوم بايقاف الاعلانات كما ترى هنا هذا اول خاصية جميلة فيه خاصية تانية انه تستطيع ان تقوم بيدخل اشتراك تاعك لتقوم بفتح جميع الباقات التي تريدها في الاشتراك ديالك هذي خاصية تانية اه الخاصية التالتة واللي هي اه بطبيعة الحال تحميل التطبيقات لتحميل من هذا من هذا التطبيق اخي الكريم شيء بسيط جدا على سبيل المثل انا عندي كود داولوندر لتحميل تطبيق اه فيسبوك هذا الكود هو اربعة واربعون خمسة وتسعون تلاتة وعشرون هكذا اريد ان استعمل هذا الكود تاعد داولوندر الذي اقوم بتحميل تطبيق فيسبوك من داولوندر في هذا التطبيق لكي احمله مباشرة من هنا كل ما لا يفعله اخي الكريم هو الذهاب الى خانة البحث وهنا اول شيء اكتبه هو هذا اف تي في نقطة نيوز سلاش اخي كريم اي كود تحتوي عليه انت سواء جبت ما لدي انا من قناتي في فيديوهات سابقة او اي قناة اخرى او اي موقع او الى اخره يكون عندك كود تاعد ستة ارقام لتطبيق معين تحمله من تطبيق داولوندر كل ما عليك فعله اخي الكريم هو كتابة اف تي في نقطة نيوز سلاش كما ترى على السلاشة وبعد ذلك تقوم باضافة الكود الذي تحتوي عليه لتحميل اي تطبيق تريده الكود تاعد اليوم سوف نقوم بتجربة بتحميل تطبيق فيسبوك كل ما علي فعله هو اضافة الكود اللي قلناه منذ قليل اللي هو اربعة واربعون خمسة وتسعون تلاتة وعشرون بعد ما تفعل هذا اخي الكريم تذهب الى هنا وتضغط على بحت سوف ترى هنا ياخدون مباشرة الى هذه الصفحة تضغط على فيه يعني الماوس في هذا التطبيق لا تحتاج الى تطبيق ماوس لتفعيل هذا التطبيق تذهب الى هنا اكسبتي فاغمي هذه تفعلها لاول مرة بطبيعة الحل الان تنتظر خمسة وتسعوني نفس الصفحة كما تخرج معنا في كما ترى هنا اخي كريم هذا هو من الفيسبوك يسألك هل تريد تحميل هذا التطبيق تضغط على اوكي وتنتظر هنا تعطيك هذه لاول مرة تفعلها مرة واحدة وهي اعطائه الصلاحية لتحميل التطبيقات في جهازك تضغط على والان كما ترى كما ترى يعني اه بدء التحميل كما ترى تطبيق فيسبوك ننتظر قليلا وكما ترى هنا بالاخضر مما يعني ان التطبيق تحمل تضغط على وهو الفتح وكما ترى اخي الكريم يقوم بتحميل تطبيق فيسبوك مباشرة نضغط على انستول بكل بساطة هذا واحد من ارواع تطبيقات البديل للدولندر اخي الكريم اذا كان في يوم ما توقف تطبيق دولندر فهذا هو تطبيقك البديل نضغط على اوكي اه بعدما تحمل تطبيق اخي الكريم نضغط على اوكي نعود كما ترون هنا تحت تطبيق فيسبوك تحمل الان اذا اردت ان ابحث عن الملف للتطبيق الذي حملته نذهب الى هنا اوكي وين هذا المنزل الصغير نضغط عليها للعودة الى واجهة رئيسية للتطبيق ثم نذهب الى هنا صفحة التطح تحميلات نضغط عليها وهنا اخي يخرج لك جميع الملفات التي حملتها وانا انصحك بعدما تحمل اي تطبيق ما ماذا تفعل تحذف الملف لانك لن تحتاج الى وسوف يتقل جهازك يعني مجانة كما ترى هنا ملف تطبيق فيسبوك فيه اربعة وستين ميجا ياخذ مساحة في جهازك لا تحتاج الى هنا كل ما عليك فعله هو الذهاب الى اعلى الشاشة كما ترى هنا اخي الكريم تضغط عليها حتف الكل تستطيع ان تحذف الكل بضغطة واحدة او تنزل الى الملف الذي تحتاجه تريد حتفه وتضغط عليه وتحذف الملف هذا هو تطبيق اليوم اخواني الكرام انا اعجبني كثيرا وهو يعني خافي في الاستعمال وفيه ميزات عديدة وكما قلت اعلانات توقيف الاعلانات الى اخيره امل ان اعجبكم هذا التطبيق اخواني كرام اذا اعجبكم ارجو منكم التفاعل مع الفيديو بالدعم بالضغط على زر اللايك والاشتراك اذا لم تكن مشترك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته